اللهم يوم علم إبراهيم علمنا ويوم فهم سليمان فهمنا ويوم ربي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا الحمد لله الذي عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته فخضع أول بالابتداء وآخر بالانتهاء ظاهر ليس فوقه شيء وباطن ليس دونه شيء يعز من يشاب عزته ويذل من يشاب قدرته والعاصين أبدا لا يقنطهم من رحمته أحبابي كرام الله يقول يا داود لو يعلم المدبرون عني لو يعلم المدبرون أي المقصرون المشركون الكفار مدى اشتياقي لرؤيتهم لتقطعت أكبادهم شوقا إلي فهذه إرادتي بالمدبرين عني فكيف إرادتي بالمقبلين علي والله الغرض من هذه المجالة الشيخواني وهذا اللقاءات أنه كيف نعظم الله في قلوبنا كيف نزيد إيماننا الإيمان المطلوب مننا من الله سبحانه وتعالى قالوا فيه إيمان موجود هذا عندي وعندك أصل الإيمان مدام خلقنا الله مسلمين واختارنا الحمد لله بأصطفانا هذا إيمان موجود لكن فيه إيمان مطلوب وهذا اللي نسعى عنه لأنه الله لما نذكر الإنسان قالوا العصر يقسم رب العز وجل يقول إن الإنسان لا في خسر يعني طبيعة الإنسان خسارة ثم استثنى أربع إلا الذين آمن الإيمان هو الأساس ليه بيبني بيت الآن عشرة دور وحاطت لي دور أساس دور واحد كيف يقدر يكمل العشرة دور استحيل طيب أنا وأنت الآن نبغى الروح الآن هنا مثلا في القاهرة نبغى الروح اسكندرية بنزين بعشرة جنيه يوصلك استحيل إيش المطلوب زيادة إنك تتعاهد البنزين حتى لا تنقطع بك السبل طيب أنا وأنت الآن خلقنا الله راحين جنة عرضه السمطة هذا مستقرنا وهذا مطلبنا من الله سبحانه وتعالى ما عندك إيمان يخليك تغض البصر قل للمؤمنين يغضوا من البصارهم ما عندك إيمان يوصلك إلى صلاة المسجد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ووقوتا ما عندك إيمان يخليك حتى تكون من السعداء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون طيب كيف تبقى توصل جنة عرضه السموات والأرض قال ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم معايا؟ نعم معايا فإذا نحتاج إلى الإيمان الحقيقي اللي يزيد الآن في هذا المحطة يزيد إيماني وإيمانك حتى لو ما بحثت عنه لو ما كان قصدك إنك الآن فاتح التلفزيون أو فتحت الرابط كذا بالصدفة وقيت عبدالله بان أحمد تكلم والأبطال ذلي النجوم الآن الذين ينظر الله إليكم تحملون رسالة الأمة أنت أنت من تجي عشانكين عشان تبرز مواهبك وتبرز وفي الأخير يكون حياتك كلها لقب قبل الإسم الدكتور فلان الأستاذ فلان زي هذه أستطرد فيها قال لي أحد العلماء إيش الفرق بيننا وبين الصحابة قلت له الفرق بين السماء والأرض شازع قال لي يا ابني الفرق بيننا وبينهم قبل الإسم وبعد الإسم قلت له كيف هذا فلسفة أنا ما عرفها قال لي أنا وأنت من يوم ما عرفنا أنفسنا نجتهد في حياتنا من طفولتنا أدرس عشان تصير دكتور أتعلم عشان تصير مهندس عشان أصير ضابط عشان إذا أخذت الشهادة تكتب قبلها الدكتور فلان اللقب قبل الإسم الصحابة قال لا لما تعلموا كيف الله يرضى عنهم عشان لما تقول أبو بكر تقول إيش رضي الله الشهادة الرضوان قال أخذوها وأخذناها بس إيش الفرق قال بعد الموت قال إذا موتنا الدكتور عبد الله مات بعد عشر سنين من هو عبد الله نكرة الضابط فلان الأمير فلان الملك فلان كلها نكرة لكن لما تقول أبو بكر هو الرضي الله عنه وعطاهم الله ألقاب لو ذكر اللقب الوحده واضح الصوت نعم لو ذكر اللقب الوحده بس الآن لو قلت لك الدكتور أو الملك أو المهندس معروف نكرة لكن لو قلت لك الصديق أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه طبعا الفاروق أبو بكر دون نورين أسأل الله سيب الله حي الله الله فإحنا الآن نجتهد كيف الله يرضى عننا بس وعجلت وإليك ربي لترضى صح اهتمينا في أشياء سبحان الله وهذه من اللفتة اللي أنا جيت فيها اليوم قبل ما أدخل أقول لكم صلحولي الفلينا صلحولي شعريا صلحولي وهذا نقص عشان ننظر إلى كمال نقصنا عشان يشوفوا الناس فنزينه ونجمله كم غاسل للسيارات في العالم بالملايين كم غاسل للملابس في العالم بالملايين كم سحيك تنظيف غسيله بيوتنا وحماماتها الله يكرمكم بالملايين طب من قرأ لوحة يوم بالغلط مكتوب مغسلة للقلوب أتحدى قال للأسف اهتمينا في مكان نظر الناس ونظفنا عشان لا يشوفوا الناس توبي وسخ وهندامي وسخ وشكلي ملائق ونسينا ننظف مكان نظر ملك الملك إن الله لا ينظر إلى إجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وعمالكم فهذا المجالس هي تنظف القلوب مجالس قومة يذكرنا الله حفتهم الملائكة الشياطين تفر وشيتهم الرحمة العذاب يرتفع نزلت عليهم السكينة إيش هي السكينة قالي الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا قال الله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الله يجعلني وإياكم من من يزيدهم حتى نكون أولئك من أولئك هم المؤمنون إيش غال عنهم الله من يقرأها سيف سفاتهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك مع الصدقين وشهداء وحسن أولئك إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم تقدم سمعونا أطولنا من عندكم أسألوني أنا ما أنا جوف والله نستمتع ترجمة نانسي قبيل